السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالباتي طالبات الصف السابع اليوم إن شاء الله سيكون موضوع الدرس هو ذو العصابة الحمراء هذا الدرس يتحدث عن صحابه جليل وهو أبي دجانة تحدث فيه الكاتب عن صفاته ومواقفه البطولية خاصة في معركة أحد واستفساله في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومشاركته في قتال مسيلمة الكذاب واستشهاده في معركة اليمامة سنتعرف الآن على السيرة معنى السيرة وأنواع السيرة السيرة هي فن أدبي يتناول حياة إنسان ما تركز على تسجيل أعماله وتحليلها والتعليق عليها الهدف من ذلك هو الإفادة فيها من خبرات الحياة وتجاربها السيرة نوعان سيرة ذاتية وسيرة غيرية ما الفرق بينهما؟ السيرة الذاتية هي التي يتحدث فيها القائل أو السارد عن حياته الخاصة وعن حياته الواقعية كأن تتحدث أنت أيتها الطالبة عن نفسك عن حياتك الخاصة وعن حياتك الواقعية أو عن الأحداث التي دارت في حياتك وأيضا سيرة غيرية هي أن تتحدث فيها القائل أو السارد عن حياة شخص آخر كأن تتحدث أنت أيتها الطالبة عن صديقتك أو أختك أو جرتك وغيرهم من الأشخاص هذه نسميها سيرة غيرية سنقوم الآن بقراءة الدرس أرجو التركيز جيدا والاستماع جيدا للقراءة السنيمة سماك بن خرشة الخزرجي الأنصاري اشتهر بلقب أبي دجانة وهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف في المدينة المنورة بالشجاعة والإقدام في الحرب كان إذا دخل معركة بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعصب رأسه بعصابة حمراء فيعرف المسلمون أنه سيقاتل طالبا الموت في سبيل الله لذلك سم عصابته الحمراء عصابة الموت وله كثير من المواقف البطولية أشهرها في غزوة أحد فحينما جرد النبي صلى الله عليه وسلم سيفا باترا ونادى أصحابه من يأخذ هذا السيف؟ هرع إليه المسلمون كل يطلب منحه ذلك الشرف ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم من يأخذه بحقه فتقدم أبو دجان وقال وما حقه يا رسول الله؟ قال أن تضرب به العدو حتى ينحني قال أنا أخذه بحقه يا رسول الله فأعطاه إياه فأخذه أبو دجان تفرحا به ثم عصب رأسه بعصابته الحمراء وأخذ يتراقص بين الصفوف مفاخرا بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يخص به أحدا سواه وحينما رأاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمشي يتبختار قال هذه مشة يبغضها الله إلا في هذا الموطن انطلق أبو دجان تا معلما بعصابته الحمراء أخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين صفوف المشركين يهدها ويفرقها مصمما على أدائه حقه وكان لا يلاقي مشركا إلا قتله ثم رأى فارسا ينغز أجسام المسلمين برمح في يده فحمل عليه حملة شلت حركته ووقف يولول ونظر إليه أبو دجانة فإذا هو هند بنت عتبة زوج أبي سفيان فارتد عنها مكرما سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب به امرأة ولما دارت الدائرة على المسلمين في أحد ثبت أبو دجانة يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل من جسده ترسا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع النبل في ظهره وهو منحن عليه وعلى الرغم من كثرة النبل التي أصابته والجراحة التي أنهكته فإنه لم يستشهد في هذه المعركة عاش أبو دجانة حتى شارك في معركة اليمامة ضد بني حنيفة قوم مسيلمة الكذاب الذين كانوا يحتمون في قلعة أطلق عليها حديقة الموت ولم يتمكن المسلمون من اقتحام القلعة لعلو أسوارها فطلب أبو دجانة منهم أن يحملوه ويلقوه داخل القلعة من أعلى السوري ففعلوا فكسرت ساقه غير أن شجاعته لم تقل فقاتل المرتدين وفتح باب القلعة للمسلمين وظل يقاتل حتى استشهد إلى هنا يكون قد انتهى الدرس الفكرة العامة للدرس هي شجاعة أبي دجانة وإقدامه في مقارعة المشركين والمرتدين المطلوب من كل طالباتي هو أن تستخرجن الأفكار الفرعية لفقرات الدرس كاملة ومن ثم قراءة الدرس قراءة سليمة وواضحة دمتنا بخير معلمتكن أسماء توفيق ترجمة نانسي قنقر